السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزائي التلاميذ الصف الثالث الابتدائي في درس جديد لمادة العلوم الفصل الدراسي الأول وعنوان درسنا لهذا اليوم تغيرات الأرض الفجائية دعونا نتعرف الآن على أهداف الدرس هيا لنقرأ الهدف الأول معا بارك الله فيكم قراءة ممتازة توضيح المقصود بالزلازل ووصفها وبيان آثارها على الأرض والهدف الثاني ممتاز استنتاج المقصود بالبراكين ووصفها وبيان آثارها على الأرض الآن دعونا نبدأ مع الزلازل ما هي الزلازل؟ يمكن للزلازل أن تغير معالم سطح الأرض في لحظات فما الذي يسبب الزلازل؟ ولماذا يغير الزلزال اليابسة؟ القشرة هي الطبقة الخارجية من الأرض وتتكون من صفائح سخرية ضخمة حركة القشرة الأرضية الصفائح السخرية تتحرك وينزلق بعضها فوق بعض وتتصادم في باطن الأرض ويسبب تصادمها انحناءات ثم تشققات تؤدي إلى حدوث الزلازل الزلزال حركة فجائية لصخور القشرة الأرضية الزلازل لها نوعان النوع الأول زلازل ضعيفة النوع الثاني زلازل قوية الزلازل الضعيفة لا نشعر بها أما الزلازل القوية تسبب تشققات في الطرق وانهيارات في الأبنية والجسور الآن وقت النشاط هيا معا مع السؤال الأول أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واحد القشرة هي الطبقة الخارجية من الأرض وتتكون من صفائح ممتاز صخرية ضخمة اثنان حركة فجائية لصخور القشرة الأرضية بعضها ضعيف لا نشعر به وبعضها الآخر قوي قد يؤدي إلى حدوث تشققات في الطرق وما هو؟ ممتاز الزلزال بارك الله فيكم يحدث تشققات في الطرق أو انهيار الأبنية أو الجسور بارك الله فيكم الآن ننتقل إلى البراكين ما هي البراكين؟ من يعرف؟ ما هو البركان؟ ممتاز إجابات رائعة بارك الله فيكم أولا تتكون الأرض من ثلاث طبقات وهي القشرة القشرة الأرضية الوشاح ولب الأرض البركان فتحة في القشرة الأرضية تندفع منها الماجمة فما هي الماجمة؟ الماجمة هو صخر مصهور تتدفق في بعض الأحيان وتندفع من خلال فتحة في القشرة الأرضية لتسيل على الأرض الآن حان وقت النشاط هل أنت مستعد؟ هيا لنبدأ اختر الإجابة الصحيحة واحد الصخور المنصهرة في باطن الأرض تسمى اللب البركان الزلزال أم الماجمة ممتاز الماجمة بارك الله فيكم اثنان فتحة في القشرة الأرضية تندفع منها الماجمة تسمى الزلزال القشرة البركان اللب البركان نعم أحسنتم يتشكل الجبل البركاني عندما تتدفق الصخور المنصهرة ببطء من البركان ثم تتصلب كما هو موضح في هذه الصورة آثار البراكين المواد الناتجة من ثوران البراكين تسبب تدميرا كبيرا في البنايات وإضرارا شديدا بالمخلوقات الحية الآن أيضا نشاط اذكر آثار البراكين على الأرض نعم ممتاز رائع وأيضا بارك الله فيك تدمير البنايات وإضرار شديد بالمخلوقات الحية الآن وقت التفكير نعم فيما تتشابه الزلازل والبراكين هيا لنفكر معا في دقيقة واحدة ممتاز بارك الله فيك إجابات رائعة كلاهما يؤدي إلى تغيير معالم سطح الأرض وأيضا كلاهما يؤدي إلى تدمير الممتلكات وإيضاء المخلوقات الحية حان وقت النشاط التقييمي هيا هيا لنجهز سبورة صغيرة أو ورقة خارجية ولنبدأ معا مع السؤال الأول ماذا يحدث عندما تتحرك صفائح صخرية في القشرة الأرضية ماذا يحدث؟ اشتركوا في القشم تهت الدقيقة أروني الإجابات رائع بارك الله فيك عندما تتحرك الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية فإنها تحدث زلزالا رائع وقد يكون خفيفا لا نشعر به أو يكون شديدا يؤدي إلى الإضرار بالممتلكات والمخلوقات الحية السؤال الثاني لماذا تشكل البراكين خطرا على الإنسان؟ لماذا؟ ترجمة نانسي قنقر تهت الدقيقة أروني الإجابات رائع أحسنتي ممتاز تشكل البراكين خطرا على الإنسان حي تندفع منها المجمع شديدة الحرارة فتحرق الإنسان والكائنات الحية أيضا اختناق الإنسان بسبب الغازات السامة والرماد المنبعث وأيضا تؤدي إلى ضرر كبير في الممتلكات البنايات الجسور وأيضا تؤدي إلى توقف حركة الطائرات أحسنتم وبذلك انتهينا من النشاط التقييمي وانزها درسنا لهذا اليوم أراكم في دروس أخرى مع السلامة